اشتركوا في القناة إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمان ونصح الأمة وجهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين الله نصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعيه تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين ربنا تقبل منا هذا العنوان هو جزء مما ورد في الآية 127 من صورة البقرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أمرنا الله عز وجل ابتداء بالعمل أمرنا بأن نعمر الدنيا بالطاعات والقربات والباقيات الصالحات والإنجازات وبناء الحضارات أمرنا بالعمارة نعمر هذه الدنيا في حدود أوقاتنا في حدود أعمارنا أوقاتنا أعمارنا أعمارنا أوقاتنا يا ابن آدم إنما أنت أيام إذا ذهب يومك ذهب بعضك كما قال الحسن البصري رحمه الله وحياتنا قصيرة ولو طالت فهي أقصر من أن نقصرها لذلك أمر الله عز وجل بالعمل قيمة العمل مغروسة في الوحيين في الكتاب والسنة قال ربنا في صورة التوبة في الآية مية وخمسة الآية الخامسة بعد المئة الأولى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم أول من يطلع على الأعمال هو الله جل جلاله الذي يعلم السر وأخها وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون العمل والمراد بهذه الآية العمل للدنيا وكل ميسر لما خلق له في التجارة في الزراعة في الصناعة في التعليم في الإصلاح في العمران في علوم الفلك في علوم الجيولوجيا وعلوم الطب والبيولوجيا والجغرافيا اقرأ بلا حدود اقرأ باسم ربك الذي خلق والقراءة وسيلة عمار والقراءة إذا اتصلت بالله عمرت وإذا انفصلت عن الله دمرت فالعلم عمار أو دمار العلم يقود الإنسان إلى معرفة الله ربنا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال في صورة فصلت الآية 53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم نتيجة حتى يتبين لهم أنه الحق فالعلم إذا يقود صاحبه إلى معرفة الله جل جلاله والعلم والعلم وسيلة لبناء الحضارات وقد أمرنا بعمارة الدنيا وأمرنا أيضا بعمارة الآخرة بالأعمال الصالحات منذ أيام قليلة ودعنا ودعنا شهر رمضان العظيم المعظم نسأل الله أم يتقبله منا ودعنا لا ندري هل نكون ممن يشهد رمضان القادم أم لا ذلك في علم الله ذلك في علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ولكن أمرنا بحسن الاستثمار لأعظم نعمة منحها الله لنا الوقت الزمن أوقاتنا أعمارنا أعمارنا أوقاتنا فإذا لبينا النداء واجتهدنا في تحقيق مقتضيات الآيات والأحاديث الدافعة إلى العمل بعد ذلك نتضرع إلى الله بالدعاء أتدرون لما لأن الله عز وجل قال لنا في أي القرآن وقال ربكم أدعوني أستجيب لكم وفي الآية 186 من سورة البقرة بعد آيات الصيام تأتي الآية 186 التي تقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان والنبي عليه الصلاة والسلام قال في أحديث كثيرة منها الدعاء مخ العبادة وفي رواية أخرى الدعاء هو العبادة لذلك تأتي هذه الآية بعد أداء الأعمال نتضرع إلى الله بقبول العمل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فلا تغفى عليه خافيا أستغفر الله لي ولكم الحمد ذنوبنا وأن تسطر عيوبنا على المرسلين والحمد بالله رب العالمين وأقل الصلاة بسم الله بسم الله بسم الله رب العالمين رب العالمين بسم الله رب العالمين رب educational مرحبكم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالين آمين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وطرى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألمت عليهم غير المرضى عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤن أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صامدا رب عickt الهضاف شكرا 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 السلام عليكم ورحمة الله